السلام عليكم احبا بكم في قناة زهر شانيل ونتمنى تكونوا في احسن الاحوال اليوم جيت نشاك معكم هاد الوصفة اللي سهلة بزاف يمكن توجدو هالعشاء اه صار حاد الوصفة دي المعقازات ما فيهاش كترة المقادير وضغيا كتوجديها ما كتطلبش وقت طويل وقبل ما نبدأ غادي نشارك معاكم هاد الصور بيوصلوني من واحد المتتبعة هاد المتتبعة يا بنت ختي اسيا اه جربت الوصفة ديال البيتزا السائلة اللي سبق لي اشاركتها معاكم وتبارك الله الليها البيتزا جات كتشي باينا غيم الصورة ديالها ولي تبقى تشي وصفة من الوصفة ديالهم كليك ترسلي لي الصورة في الان استجرام ديالي كنخلي لكم رابط ديال ديال الان استجرام ديالي كتلقاوه في صندوق الوصف وندوزو دا بالوصفة ديال اليومة وبالنسبة المكوينات الوصفة غادي نحتاجوا البطاطا محكوكة اه فورماج محكوك بصلة محكوكة انا اخدي تحبها صغيرة ديال البصلة ونصحب ديال فلفلة خضران نصحب ديال فلفلة حمرة وغا نحتاجوا الايب زار والملح والكمون والبيض هنا يا عندي جوج بيضات وغادي نشوف الى كان خاصني مازال البيض غادي نزيدو وهنا الكمية اللي درتانا كتكفي الجوج ديالاشخاص يمكن لكم تزيدو في المقادير لحسب الاشخاص هنا يا اخديت البطاطا اضفت لها البصلة وغا نضيف لها الفلفلة والفورماج مقطع لشكل مربعات وكان ضيف شوية من الملح الكمون وغا نضيفه شوية من الابزة صافي غادي نخلطه عد المكوينة مزيان ومن بعد غادي نضيفه البيض هنا اضفت جوج بيضات وغا نشوف الى كان مازال خاصني البيض غادي نضيفه وهنا مازال خاصني البيض غادي نزيد نضيفه البيضة يعني في روصفة استعملت ثلاثة البيضات صافي غادي نخلطه عد المكوينة ديالن مزيان صافي كان كان اخدو المقلاة كان نضيفه فيها شوية ديالزيت وكان نخلوه حتى تسخن وكان نخلوه فيها الخليط اللي وجدنا والعافية تكون مهيلة باش ما تحرقش لنا وتجينا ديك البطاطة طايبة كان نقصوه العافية بزاف صافينا غادي نخليها حتى طيبلية من التحت ومن بعد غادي ناخدو شي تبصيل ونقلبو في هاد الامريد ديالن ومن بعد كارج نعودو نرجعو هال المقلاة باش تحمر لنا من الفوق وعاد الوصفة ساعلة يمكن لكم الى ما بغيتوش ما تدعوش فيها الفلفلة يمكن لكم تدعو كاشي ولا اي حاجة بغيتو صافينا غادي نخليها تحمر ليه مزيان على هاد الجيهة صافي من بعد كان اخدو موس وكان نقسمو به هاد الامريد ديالن على جوج هلا شك اللي كتشوفو ضغيه كتقسم سعلا صافي وهنا كولا نص غادي نضيف ليه فورمج محكوك هلا شك اللي كتشوفو صافي ومن بعد كان نطويه كولا نص كان نطويه على جوج وغا نخليها واحد شوية تحمر ليه وهنا في وكان قلبها وكان نضيف في الفوق شوية ديال الفورمج محكوك ومن بعد كان نخطيها كان نخليها واحد شوية باش يدو بلينا عندك الفورمج ليه لعمل الفوق ومن بعد كان نوضعوها في طبق التقديم وكان قدموها بصحة وغاحة اه تمنتنا الايجاب ديالكم الصراحة وصفة سعلا كما قلت لكم ديال المعكازات وخفيفة كتصلح الليشة وكتجي لديدة بزف انتمنى تعجبكم هاد الوصفة وما تبخلوش عليها باللايك اللايكات ديالكم والتعليقات واللي اول مرة كيزور القناتي لا عجبك المحتوى ديال القناة ما تنساش الاشتراك وتفعل جرس باش توصلوا بالفيديوهات الجداد وقبل ما نساليك نشكركم بزف على التعليقات زوينا اللي كتخلو ليه اه كيش يجعوني بزف باش نزيد نعطي ما زال وهاكدا غنكون وصلنا النهاية ديالفيديو نتلقاكم فيديو اخر ان شاء الله مع وصفة جديدة وبسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة